السلام عليكم الجنايات تقضى ببراءة سائق أوبر من تهمة الشروع في خطف حبيبة ألشماع قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة اليوم الخميس ببراءة سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة ألشماع من تهمة الشروع في خطف حبيبة تشماع فيما قضت بالسجن المشد بخمس سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المودد المخدرة وكانت قضت محكمة بنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة ألشماع فتاة الشروع بالسجن المشدد خمس عشر سنة وغرامة خمسون ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة وتوفيت حبيبة ألشماع في أربع عشر مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة ألشماع إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكرار وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعاً تحت تأثير ذلك المخدر وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد للمجني عليها شرطة محاولاً إسعافها شرطة بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها وقالت نصاً أوبر كان عايز يخطفني وأن الممثل القانوني لشركة أوبر شهد أن المتهم قد أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل لكثرة شكاوى مستخدم التطبيق ضده إلا أنه أنشأ حساباً آخراً عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسدياً هذا وقد كشفت التحقيقات أيضاً عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أصفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه على النحو الذي ثبته تقرير الطب الشرعي من هي حبيبة والشماع؟ ومن هو المتهم؟ سائق يبلغ من العمر 34 عاماً حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف متزوج ولديه ثلاث أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق بمحاولة خطف فتاة تدعى حبيبة ألشماع بعد ركوبها مع سائق أوبر لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة ما تسبب في إصابتها بارتجاج ووفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشف لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد